شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبدل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومد إثقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرد عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة